إقليم دارفور غرب السودان المشتعل حالياً تقدر مساحته بنحو خمس مساحة البلاد يقتنه أكثر من تسعة ملايين نسمة الإقليم يمثل حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع حيث دفعت جملة أسباب طرفي الصراع في الخرطوم إلى فتح جبهة جديدة فيه أهمها التحديات التي ترتبط بصعوبة حسم المعركة في العاصمة مع استمرار المعارك بين الطرفين للسيطرة على الخرطوم النقطة الثانية هي أن إقليم دارفور هو معقل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديجلو الذي ينحدر من قبيلة الرزاقات وجزء كبير من عناصره ينتمي لنفس القبيلة ما يعني أن هذه القوات قادرة على تجنيد عناصر جديدة فيما تشير تقارير بأنها استثمرت موارد كبيرة في الإقليم للسيطرة على الممرات الجوية والمناجم ومصادر المياه والطرق الرئيسية كما أشارت التقارير إلى أن الإقليم الذي يتميز بحدوده المفتوحة والسلاح المتدفق من دول الجوار يؤمن الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع شرارة أخرى قد تشتعل بحسب المراقبين بعد الاشتباكات الأخيرة بمدينة كوتوم حيث نشرت الحركات المسلحة الموقع على اتفاق السلام مجموعة من مقاتليها بتسليح عالي في ولاية شمال دارفور ومنح حاكم أقليم الدارفور من أركو ميناوي هؤلاء المقاتلين سلطة مطلقة في فرض الأمن أما النقطة الأخطر فهي الدور الذي ستلعبه الحرب بين القوتين في تأجيج الصراع القبلي بالأقليم في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والانفلات الأمني والأزمة الغذائية التي تدفع القبائل إلى الاقتتال لسيطرة على الموارد الزراعية والمائية موسيقى لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر